اشتركوا في القناة جميل جدا طبعا أنا بالنسبة لي أقول لك أنه لازم تغتمين الفرصة وتلحقين عمرك عشان تنضمين لنسخة الخامسة اللي بطولة الفجيرة الدولية القدرة الشطرنجية واللي راح ينضمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وتحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي أحد الفجيرة الله يحظاه خلال يناير الجاري بالفعل ثامر أكيد مثل هذه البطولات هي بطولات خاصة برياضات الفكرية ومشاهدين أخلينا تعرف أكثر على هذه البطولة مع ضيفنا في فقرة حديث الفجيرة لأستاذ محمد عبد الغني الحلاق سكرتير الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج لكن بعد متابعت هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر طبعاً أكيد معانا حالياً في الستوديو الأستاذ محمد عبد الغني الحلاق سكرتير الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج مساك الله بالخير ونورتنا في الستوديو مساك الله بالخير مساء النور والسرور والسعادة حياكم طبعاً في البداية حابين نتحدث عن الرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله لبطولة الفجيرة الدولية الخامسة للقدرة الشطرنجية وبطولة الحل الدولية رقم 20 نعم طبعاً في البداية يتقدم سعادة رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الشطرنج والسقاط الدكتور عبدالله عليها البركات ونائبه السيد محمد عبدالله الزعابي وجميع أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبين نادي ولاعبيه بأسماء آيات الشكر والتقدير والانتنال إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه على الرعاية الكريمة والدعم الدائم للنادي ومنتسبيه وهذا اللي وصل النادي للعالمية الحمد لله وصار وجهة لأبطال العالم سواء في الشطرنج الكلاسيكو سواء في حل مسائل الشطرنج ورعاية سمو ولي العهد لبطولة الفجيرة الدولية للخدرة الشطرنجية بدأت من 2017 كانت بطولة غير مصنفة واستمرت لحتى وصلنا للعالمية واستضرفنا بطولة العالم الحمد لله وحصل سعاد الدكتور عبدالله على منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ماشاء الله رائعي أستاذ ماشاء الله نفس ما ذكرت دائما نشهد العديد من الإنجازات العديد من الأبطال أيضا اللي أكيد متواجدين معاكم في هذا النادي لو نتحدث عن ترتيباتكم وأيضا استعدادات نادي لفجيرة للشطرنج والثقافة لاستضافة واستقبال هذه البطولة نعم نحن في نادي لفجيرة الشطرنج والثقافة نعتز والحمد لله نعتز بالخبرة التراكمية والخبرة الدولية اللي اكتسبناها من تنظيم بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج واستماعات كونغرس الاتحاد الدولي وهي بطولة تراكمية من تنظيم كمان بطولات دولية كبرى طبعا هذه أكسبت النادي والتواقم العاملة فيه خبرة وقدرة على تنظيم البطولات بمستوى احترافي عالي ونحن الحمد لله في النادي جاهزين وعلى تم استعداد لتنظيم البطولة وبهي المناسبة نيابة عن مجلس إدارة النادي نتقدم بالشكر الجزيل لتلفزيون لفجيرة لأنه صراحة شريك وراعي إعلامي للبطولة دائما وبيسلط الضوء على إنجازات النادي وبطولات النادي فنشكركم طبعا احنا اكيد هذا واجب علينا أن نكون معاكم في هذه البطولات اللي تشرف ومشارك الله تبارك الرحمن دائما ما ترفعون الراس بتنظيمكم الميز لمثل هذه البطولات لكن الحين بنروح لمشاركة اللاعبين في البطولة خاصة وأن البطولة تشهد مشاركة من نخبة الأبطال في الشطرنج صحيح البطولة يعني فيها مشاركين من خلينا نقول من أهم الأبطال العالميين وحتى في منهم أبطال عالم سابقين طبعا في الشطرنج الخاطف المصنف الأول في البطولة لاعب هندي سدواني هو من طب تن على مستوى العالم في الناشئين وعلى فكرة تعتبر الهند ثاني أقوى دولة في العالم حسب ترتيب الاتحاد الدولي بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفينا اللاعب سفارلي التاج واللاعب قدير جورجيانوف أزربيجاني من لاعبين منتخب القومي الأزربيجاني وعننا البطل العربي أحمد عدلي بطل عالم للشباب سابقا وعننا اللاعب الألماني الأصل ناديتش أركادي ناديتش طبعا هذا من أقوى لاعبين على مستوى العالم وحافظ على تواجده ضمن التوب مئة على مستوى العالم من 2004 إلى حد الآن طبعا هذا بالنسبة للشطرنج الخاطف بالنسبة لحل المسائل المشاركين بفطولة الفجيرة أربع عام التوب فايف على مستوى العالم من ضمنهم بطل العالم الحالي الروسي دانيل لابا في غور رائع يعني أستاذ تحدثت عن البطلتين اللي رح يكونون موجودين بطولة الحل الدولية رقم 20 وأيضا بطولة الشطرنج الخاطف صحيح تحدث عن مكانة إمارة الفجيرة في جذب مثل هذه البطولات الخاصة برياضات الفكرية وبالتحديد الشطرنج كيف ترى مكانة إمارة الفجيرة خاصة بما يخص هذه البطولة بالتحديد طبعا الفجيرة يعني أصبحت واجهة عالمية لكثير من الجوانب وبالجانب الرياضي وخاصة الشطرنج الفجيرة أصبحت خلينا نقول عاصمة لحل مسائل الشطرنج ويتكوين مسائل الشطرنج والسمعة الدولية اللي اكتسبتها والسمعة التراكمية من تنظيم البطولات فأي تنظيم حدث دولي أو مشاركة دولية عم تضيف لرصيد إمارة الفجيرة بالنسبة لرياضة الشطرنج يعني والنادي الحمد لله عنده صار يعني مثل خبرات تراكمية من تنظيم هاي الأحداث طبعا وصار جازب لللاعبين المهمين على مستوى العالم يعني يعني يوم تكون بطولة مثلا تقام في خمسة واربعين دولة على مستوى العالم وتلاقي أهم أبطال العالم يجو على بطولة الفجيرة فهذا دليل أنه الفجيرة متميزة في التنظيم يعني صحيح تستقطب مثل هؤلاء الأبطال وأيضا الأشخاص اللي يحبون دائما أكيد تامر المشاركة صحيح حتى يعني أسرة حل مسائل الشطرنج يعني أسرة الاتحاد الدولي حل مسائل الشطرنج يعني يعني حاسين بامثنان كبير للفجيرة لأنه هي الفجيرة داعم نوجستي وساعدت على نشر رياض حل مسائل الشطرنج على مستوى الشرق الأوسط جميل جدا طبعا كنا نتكلم دائما نقول أن الفجيرة بيئة خصبة صراحة سواء سياحيا وأيضا في مجالات مختلفة وحاليا أيضا في المجالات الرياضية أو الفكرية أيضا لكن نحن الآن ممكن نتكلم عن البطولة الثانية وهي بطولة الحل الدولية رقم 20 والتي هي خاصة أنها مميزة بشكل مختلف لأنها تقام بـ 45 دولة في وقت واحد وهذا شيء اللي يخليها مميزة كيف هذه البطولة وكيف تشوفون تنظيمها أكيد بيكون في تحديات كثيرة صحيح صدقت هذه البطولة نظامه يختلف كليا عن الشطرنج الكلاسيكي هذه بطولة عبارة عن حل مسائل هذه اللاعب يتحدى نفسه فيها عنده مسائل معين ضمن وقت معين بده يخلصها يعني هذه البطولة تقسم إلى سلاس فئات طبعا فئة تحت 13 سنة عندهم 6 مسائل 6 مسائل خلال ساعتين جولة وحدة تحت 13 سنة total score للمسائل 30 نقطة الفئتين الثانية والفئة الأولى عندهم 12 مسألة لكن على جولتين طبعا مجموع total score لهم 60 نقطة طبعا هذه المسائل والحالات والكيس البروبلم بده يحلوها هذه موحدة على مستوى العالم يعني البطل البطل اللي حيطلع هو بطل لكل نسخ الانترناتشن سولفين كونتست يعني هي بطولة الحل الدولية وفي نسخة 2019 تطلع بطل العالم للحل من الفجيرة بويتر مورديزا وهو مشارك في نسخة الحل هذه السنة معنا بالفجيرة فهذه طبعا هي موضوعة انه اختلاف عن الشطرانج الكلاسيكي انك انت عبتحدي نفسك في حل المسائل من وقت معين طبعا الكاتيكوري 3 اللي هو تحت 13 سنة عندهم مثلا made in 2 made in 3 واند جيم يعني مستوى بسيط يعني انه checkmate انتو نقلتين وانت لات نقلات واند جيم حالة اند جيم لا توصل لوضع التعادل او وضع الفوس طبعا الكاتيكوري 2 الكاتيكوري 1 شوية مرحلة شوية اعمق يعني اكتر احترافية بالاضافة للحالات الذكرت فيها الهيلب ميت والسيلف ميت الهيلب ميت انك انت تساعد الخصم يعملك ميت للملك معك والسيلف ميت انك انت تعمل النقلات تتميت ملكك فهي انت مثلا صراحة هي فيها مثلا ابداع انك انت مثلا تكون مكان خصمك وتفكر بتفكيره وتشوف انت مثلا هاي كلها بتصب في مصلحة بعدين شطرنج الكلاسيكي انت بتقوي لعبك بتخليك تتوقع شو الخصم ممكن يتصرف فهذه خصوصيتها لهذه البطولة وجماليتها انه الحمد لله بطولة الفجيرة من وقت ما بدت بتوضي الحل الدولية كانت تستقطب اهم ابطال العالم وهي السنة بالذات حتى رئيس الاتحاد الدولي لتكويم مسائل شطرنج حيكون موجود نسخة الفجيرة رائعة يعني ما شاء الله استاذ ذكرت مشاركة العديد من الفئات العديد ايضا من الجنسيات من مختلف الدول اللي مشاركين في مثل هذه البطولات والمسابقات والمتواجدين ايضا في نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة كيف ترى اقبال ابناء الامارات على مثل هذه ضياضات الفكرية على مثل هذه الالعاب الخاصة بالتفكير والحكمة والصبر والله في اقبال جدا جميل واقبال صراحة جدا نحن كمان نشكر كتير الاهالي الاهالي هم شريك شريك للاندية اندية الشطرنجية وشريك فعال وفي اقبال لانه صراحة هي ملجأ خلينا نقول جيل الاطفال والناشئين وبتصب في مصلحتهم لانه في الامور المكتسبة من ممارسة رياضة الشطرنج بتنعكس على تصرفات الاطفال على الصبر على اتخاذات القرار المناسب على موضوع تقوية الزاكرة فهذه رياضة فكرية جميلة ومثل ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم زي ما الجسم يحتاج رياضة العقل يحتاج رياضة والشطرنج هي رياضة العقل تحتاج ذكاء وهي لعبة الملوك هي بتنمي بتنمي الزكاء طبعا ممكن يدخل شخص مستوى ذكاء وعادي ويتنمى مع الوقت اقتصاد التركيز يعني يركزه كيف يبتدي بخطوات اللعبة كيف يلعب ويركز أكيد شو الخطوة التالية رح تكون من الخصمة صحيح النقلة الثانية استشراف هذا اللي كنا عم نحكي عليه إنك إدي تحطي مكان يعني تحطي نفسك مكان الخصم وتتوقعي شو نقلة الخصم وتتوقع الرد مالي هذه توقع النقلات فيها استشراف للمستقبل نعم طبعا كثير من الناس يلعبون هذه اللعبة لأجل اكتساب بعض الصفات والمهارات اللي ممكن تفيدهم في مجالات أخرى أنت تكلمت عن الاستشراف اللي هو الخطوات الاستراتيجية أنا بالنسبة لي ممكن أحرك هذه القطعة فقط علشان بعد ثلاث لعبات ممكن هو يلعب اللعبة اللي أنا محتاجها فيكون في موضوع أني أنا أتوقع أخطط وأيضا ألعب اللعبات اللي ممكن أنها توصلني للمرحل اللي أنا وصل اللي أبي أوصلها فممكن سموها لعبة الملوك لأن الملوك يلعبونها عشان يعرف كيف يتخذ الخطوات المستقبلية بشكل سليم ومميز لكن الحين في السؤال اللي أنا أحبه صراحة أننا ما شاء الله تبارك الرحمن نشوف أن الفجيرة الآن أصبحت عاصمة رياضة عاصمة رياضة حل مسائل الشطرنج شو الدور اللي تلعب الرياضة في تعزيز هذا المكانة العالمية اللي وصلت لها إمارة الفجيرة طبعا زي ما حكيت قبل شوي أنه الفجيرة ما شاء الله الحمد لله أنه أصبحت عاصمة وجهة عالمية في كتير مجالات ورياضة الشطرنج بزة طبعا لأنه نحن عم نشوف كل سنة عن سنة عم يزيد عدد المشاركين يزيد عدد الأقبال مثلا هاي السنة دعب تحكي على أكثر من 300 لعب من 40 دولة ما شاء الله من ثقافات مختلفة وجنسيات مختلفة ولهجات مختلفة يوم يجو يجو الفجيرة ويتعرفوا على الفجيرة وعا ثقافة الفجيرة وحتى في أماكن سياحية بالفجيرة نحن حتى في بطوط العالم نظمناها قبل سنة تقريبا في نوفمبر 2022 عملنا لهم جولة سياحية على أماكن السياحية بالفجيرة وتراث والعادات التقاليد هون يعني هذه هذه كلها بتعزز خلينا نقول مكانة الإمارة كوجهة سياحية شطرنجية نعم وبتجزب الأبطال يعني لأنه الفيدباك مع المشاركات كان جدا طيب فبتحسي في زيادة في الأعداد كل سنة وفي رغم من الأبطال العالميين اللي هم التوب عن مستوى العالم بمشاركة بنسخة الفجيرة مع العلم أنها تقام بأكثر من مكان حول العالم هل مسموح أن الأبطال اللي شاركوا في النسخ السابقة أستاذ يرجعون مرة ثانية يشاركوا معاكم في مثل هذه البطولات أكيد طبعا لأنه هذا من حقهم يعني كل سنة في بطن فمن حقهم يعني دائما نعم نعم هالسنة وصلنا 306 من 40 دولة من شاء الله لحد الآن يعني اليوم وقت سكرنا التسجيل نحن مسكرين باب التسجيل من تاريخ عشرة بس لحد الآن في طلبات وفي إيميلات يعني بس أفلنا باب التسجيل على 306 لعب من 40 دولة إن شاء الله يعني ما زال هناك ناس قاعدة تقدم نعم نحبة تشارك نعم في هذه المسخة الخامسة جميل جدا برايك شو هي العوامل اللي تخلي الشباب يحبون يشاركون في مثل هذه البطولات غير الحوامل اللي ذكرناها الخاصة بمكانة إمارة الفجيرة في مثل هذه الرياضات وأيضا مكانتها الاستقطاب العديد من الزوار يعني كمنطقة سياحية بما يخص الطلاب أو الشباب أستاذ ليش تشوف إنهم يحبون يشاركون في مثل هذه الألعاب وهذه الرياضات هلا هي هي الشطرانج روم الحين الهجمة للإلكترونية الكبيرة للإلعاب الإلكترونية الأخرى إلا أن الشطرانج حافظت على مكانتها حافظت على مكانتها بسبب خلينا نقول الآثار الإيجابية لممارسة الشطرانج ونعكاسها على الشخصية مثل ما قلت فهذه الآثار الإيجابية يعني حتى في كتير مدارس على مستوى العالم دول الأوروبية يعني مادة الشطرانج عندهم مادة أساسية تدرس لأنه آثار الإيجابية على شخصية الممارس لإلها كتير وواضحة هذا أكيد أهم عامل الجزب طبعا والعالم عامل الجزب الثاني هو أنه أول مشاركة بتعطيك انطباع طيب فدائما أنت بتحبي تشاركي بتحبي تنم فيها تحدي طبعا أنت عب تتحدي نفسك يعني مش عب تتحدي شخص آخر ونفس الشي عم نرجع للشطرانج الكلاسيك يوم بتتحدي شخص آخر يعني أنت جماعتي عدة عوامل فأكيد هذه كلها عوامل بتحفز على المشاركة كل سنة صحيح وزيادة الأعداد إن شاء الله البطول راح تكون يوم السبت الأحد يومي السبت الأحد نتملكم كل التوفيق أكيد الأستاذ محمد عبدالغني الحلاق سكرتير الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرانج شكرا لك أستاذ ويأتيك العافية كل شكر لك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لنا على الاصطباط العافية خارك الله مشاهدين راح نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي مشوارنا وفقراتنا في برنامج ستيديو الفجيرة انتظرونا اشتركوا في القناة